ودعونا أن توسع في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم الينا الآن من بنغازي رئيس مجموعة العمل الوطنية الدكتور خالد ترجمان دكتور خالد أهلا بك معنا إذن بشكل رسمي بعد قليل سينطلق مؤتمر برلين 2 المعنى بيئة الأزمة الليبية ولكن دعنا نبدأ بداية بالحديث عن مخرجات مؤتمر برلين 1 ما الذي تحقق حتى اللحظة مما تم في مؤتمر برلين 1 أهلا بك سيدة داليا على كل حال مؤتمر برلين 1 واقعيا لا أدري ما هي المسائل التي تحققت الليبيين من خلال برلين 1 ربما بمراجعة سريعة نجد أن مزيد من التدخل مزيد من القتال مزيد من الجسور البحرية والجوية للأتراك على طرابولس حدثت بعد برلين 1 لم تحدث قبل ذلك وبالتالي الاتفاق الذي تم بالالتزام بعدم تزويد أي طرف في السلاح وقف التدخل في أشياء الليبي الدهاب لوقف إطلاق نار الدهاب لحلول توافقية سياسية لم يحدث منها شيء الكثير حتى على الصعيد الأماني بيستنا مزيد من التدخلات في أشياء الليبي ربما نرصد ما حدث بعد مؤتمر وبعد مبادرة القاهرة التي أطلقها السيسي في حضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشيرة خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة هذه المبادرة التي بنيت أساسا على المبادرة السابقة بدءا من أبوظبي وانتهيان ببرلين مرورا بباريس بليرمو ربما وضحت بشكل أو آخر الصورة للدهاب لاتفاق جينيف ما نراه على أرض الواقع هو ما بعد جينيف ما بعد جينيف رأينا حكومة وحدة وطنية رأينا مجلس رئاسي بثلاثة رؤوس ورأينا كذلك تخبط في المشهد الليبي محاولة توحيد المؤسسات أدت إلى إلغاء المؤسسات في كل مناطق ليبيا وتركيزها في طرابلس وتواجد رفقة الميليشيات في طرابلس وهي أحدى السهدفات جينيف وتفكيك هذه الميليشيات وجمع السلاح منها بالإضافة إلى ترحيل الأجانب سواء كانوا مرتزقة أو قوات نظمية كل ذلك لم يتأتم من حكومة بيبة لأن هناك إرباك واضح في أدائها باعتبار تواجدها وسط الميليشيات ما له حقيقة هو ما بعد المؤتمر الصحفي الذي سنراه بعد قليل بين الخارجية الأمريكية والألمانية ربما تحدد أطر هذا المؤتمر تحدد كذلك ما طرحته السيدة النجدال المنقوش من مبادرة سنتطرق إلى الموضوع المبادرة بعد قليل دكتور خالد ولكن مع ذلك هناك ملفان مهمان اليوم على طاولة المشاركين في مؤتمر برلين 2 نتحدث عن موضوع تمهيد طريق لجال الانتخابات في نهاية هذا العام من جهة ومن جهة أخرى الملف الأبرز وهو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة ما الذي يمكن أن يقدم هذا المؤتمر اليوم والدول المشاركة في المؤتمر في هذا الملف تحديدا دكتور خالد بالدرجة الأولى لا نتحدث عن الانتخابات في موعدها ما لم يتم إنجاز الملف الثاني حسب ما ذكرت سيدتي وهو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد تفكيك الميليشيات جمع السلاح ما لم يتم ذلك لن يكون هناك إمكانية للحديث عن أي انتخابات كيف يمكن أن تتم انتخابات في ظل تواجد قوات أجنبية على نظر البلاد كيف تتم انتخابات في ظل تمترس ميليشيات مناطقية وجهوية ومنتطرفها بالسلاح هذا مسألة ليس من السهل الحديث عن إيجاد حلول جانبية لإجراء انتخابات في تواجد هذه الجماعات أو تواجد هذه القوات لابد أولا من حسم هذا الموضوع كيف سيتم حسمه دكتور خالد بيد من ربما اليوم الحسم هل نتوقع مخرجات برلين اثنان في هذا الإطار وضع آلية لإخراج المرتزقة وضعني هنا ايضا نتسائل عن دور واشنطن في هذا الملف نحن بانتظار بكل تأكيد مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الألماني والأمريكي هل ترى بأنه ربما اليوم دور لواشنطن سيكون أكبر خاصة بأنه كانت هناك تصريحات من قبل للمبعوث الأمريكي إلى ليبيا كان يتحدث عن محادثات تجريها واشنطن مع بعض الأطراف المعنية بالأزمة الليبية تحديدا بصدد إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بدون شك توصل هذا المؤتمر لإقرار شكل من أشكال الضغط الحقيقي حتى من خلال طرح مشروع التي تتبناها الأمم المتحدة ولو كانت تحت البند السابع لإرغام القوات الأجنبية من الخروج من البلاد كما حدث في إمكان الولايات المتحدة تتخذ موقف أكثر قوة بمعية الدول المشاركة في هذا المؤتمر إضافة إلى أن لاحظنا أن الطريق الساحلي الذي انتظر أكثر من ثلاثة أشهر لفتحه دون جدوى تم العمل على فتحه في شكل احتفالي عن طريق رئيس الحكومة بعد زيارة وفتين للمملكة المتحدة والولايات المتحدة لمدينة نصراتها بعدها بيوم فقط تمت فتح هذا الطريق على الرغم من إشكالات في الطريق التي وجدته لجنة خمسة مقابل خمسة وتضطر إلى أن هناك بضعة أيام كي يتم التغلب على بعض الجسور وبعض التلفيات في هذا الطريق حتى يتم تأمينه وتأمين كذلك مراقبة الطريق والبوابات التي ستنشأ بمعية الجهتين فعلى كل حال ضغط أممي واضح على تركيا على المرتزقة للرحيل عن ليبيا وضع آلية حقيقية ربما سنجدها في مبادرة السيدة نجلاء المنقوش التي لا أعتقد أنها اجتهاد شخصي منها فقط بالتالي لابد أنها تشاورت مع الكثير من المهتمين بالشأن الليبي ووضعت هذه الأفكار رفقة الكثير من الدول والكثير من من زارتهم ومن اتصلت بهم كي تضع هذه الخارطة وتصبح هذه المبادرة وكانها مبادرة الليبية واضحة شكرا لك دكتور خالد ترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني كنت معنا من بنغازي